توقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية اليوم الاثنين أن يظل تقص غائما مع نزول أمطار أو زخة مرعتية محلية قوية فوق الأقاليم الجنوبية فيما ستبقى الأجواء غائما جزئيا ومنطر بالجنوب الشرقي للولاد والأطلس الكبير ومنطقة سوس والأطلس الصغير وجنوب أسفي أما في باقي جهة المملكة فستكون سماء قليلة تسحب إلى غائما جزئيا مع تشكل كتن دبابية فوق بعض السواحل بالنسبة للرياح ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوى من القطاع الجنوبي بالأقاليم الجنوبية درجة الحرارة الدنيا ستراوح ما بين 3 درجات وتسع درجات بالمرتفعات والمنطقة الشرقية وما بين 10 درجات و 15 درجة بسهول أشمالية والأقاليم الجنوبية وبالقرب من السواحل الوسطى ستكون ما بين 15 درجة و 22 درجة أما درجة الحرارة العليا فستترجح ما بين 13 درجة و 18 درجة بالمرتفعات وما بين 19 درجة و 25 درجة بالمنطقة الشرقية وسوس والسواحل البسطى والجنوبية وأكد جنوب الأقاليم الجنوبية وستكون ما بين 25 و 30 درجة بسهول المتواجدة غرب مرتفعات الأرض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة